فيحسسوا الأولاد أن هم بيلحقوهم فلو كانوا بره البيت مثلاً يكلموا صحابهم عشان يتأكدوا فعلاً أن هم معاهم بالله عليك إيه شعور الولد يعني استحلفك بالله إيه شعور الولد أن أنت بتتصل بصاحبه عشان تتأكد أن هو معاه أو يتصلوا على أولادهم ويطلبوا منهم أن هم يفتحوا الكاميرا عشان يتأكدوا أن هم صادقين وأن هم في المكان الفلاني وكل ده بدافع وتحت هاجس وتحت شيء بتلعب بالنفس الأمارة بالسوق تحت فلسفة إيه؟ الحماية أنا بحميك حتى لو بحميك من نفسك فالوقت دي يحس إنه إنسان مش محل ثقة فبعض الأولاد بيحسوا بالخنقة والضغط لما أهليهم يكتروا من الأسئلة كانهم بيحققوا معهم زي احكي لي بقى عملت إيه؟ بالضبط إيه وعتنسى حاجة قابلت مين؟ واتكلمته في إيه؟ طب هو رد عليك قال لك إيه؟ طب أنت رديت عليه قلت له إيه؟ طب أنت فاهم هو كان قصده إيه؟ فأولادنا يحسوا إنهم في الحقيقة مش بنقدمين مكتملين ده حاجة كده الأهالي بيلعبة قطعة الشطرنج الأهالي بيحركوها وبعد كده نطلب منهم بعد كده لما يكبروا إنهم يكونوا قدرين يعتمدوا على نفسهم يعتمدوا على نفسهم إيه الأمارة؟ إيه أمرت إنه يعتمد على نفسه إذا كنت أنا ربيته بهذه الطريقة؟ وفي أولاد بطبعهم ما بيتكلموش كتير آه ده معاناة بعدها معاناة لولد ما بيعرفش يتكلم كتير ده معاناة بعدها معاناة مع أهله في الأول خالص يلبسوه دور إنه هو بيتهرب منهم بعد شوية هو أنت مكتئب بعد شوية هو أنت عندك توحد بعد شوية هو أنت مالك وطبعا ده بيقلق بعض الأباء فيضطروا يتجسسوا أو يفضلوا يحققوا معاه فالأولاد يحسوا إنهم بيتضغطوا وبيستهلكوا لدرجة إن بعض الأولاد أنا شفتهم لما بيجوا يتكلموا بيصرخوا في أهلهم لإنهم حسين إنهم مش قادرين يعيشوا مخنوعين لازم نعرف إن أولادنا دلوقتي مختلفين أولادنا دلوقتي مش حمل تحقيقات أولادنا حمل حوارات إن إحنا نتحاور معاهم نسيبهم يتكلموا لإن ساعة الأولاد ساعة في الفترة دي بالذات بيلبسهم طور التمرد والعناد فيعملوا إيه؟ فما يتكلموش عقوبة اللينا فالأولاد بيكونوا عايزين يحسوا بمتنفس قادر من الخصوصية يخليهم يشعروا بقدر من الاستقلالية عشان بعد كده يقدروا ياخدوا قرارات أمل أنتوا بتاخدوهم في المدرسة وتخلوا الأساد زي يعلموهم أو تودوهم مدارس بتعلمهم الاستقلال ليه؟ إذا كنتوا نويين اللي هيتبني فيهم الاستقلال والقدرة على الاعتماد عن النفس أنتوا هتهدموه ويختاروا ويقدروا بمستقلين ويختاروا ويحسوا أن هم قادرين يدوروا أمورهم بنفسهم بيبقى فيه شيء صعب أن المبلغة دي بتحسس الأولاد بأحساس أن هم مشكوك فيهم وأن أهليهم مش واسقين فيهم وأن هم مش محل ثقة لا في الحياة ولا في الأخلاق وده أول ما بيحطم بيحطم ثقة أولادنا في نفسهم وبيخليهم في العلاقات حتى في علاقتنا بيهم مفهاش قادر من الثقة والأمان المتبادل إحنا هم بتعاملوا معنا هم مش حسين بأمان بالله عليكم وركزوا معايا أيها الأهالي لما منشك في أولادنا أولادنا نفسهم لما بيجوا يعودوا معنا ما بيحسوش بالأمان معنا لأنهم ما بيحسوا أن أي حاجة يعملوها هتكون محل شكل أنتوا متكونش قصدين كده لكن هم ما بيحسوا بكده دوري أن أنا أقول لكم دوري أن أنا أحط الكلام ده على التربيه زي ما حطت الورقة ده عشان يتكلم عن حقيقتنا ما نسيبش الأشياء دي تمر كده لازم نعرف أن احنا بتعامل مع أولاد مختلفين أنا مش هكلمكم على جيل زد ولا جيل ألفة أنا بكلمكم من دلوقتي على واقع بنتكلم عليه مش هنظر عليكم من نتكلم عن الواقعنا زي ما هو وأوقات ده بيدفع بعض الأولاد أن هي تروح تعمل غلط بالعند لما أباهم يكونوا مبالغين في التجسس عليهم وملحقتهم شوفوا اللي احنا بنعمله ده مع عصر ما كانش فيه هذه المفاهيم الموجودة في عصر حضرة النبي سيدنا أنس حضرة أمه جابيته عشان يتربع بالمعايشة يعني حضرة النبي فيه طريق اسمع كده التربية بالمعايشة فأم سيدنا أنس ودت سيدنا أنس يعايش رسول الله ودي فلسفة مهمة جدا جدا في التربية فسيدنا أنس يقول ليه خدمت رسول الله عشرة سنين خدمة دي تقتضي أنه يفهم غلط يعمل حاجة غلط يودي حاجة غلط يتأخر يعمل حاجة كده فيقول خدمت رسول الله عشرة سنين فلم يقل ليه لشيء فعلته ليما فعلته أو لشيء تركته ليما تركته الأباء والأمهات يسمعوا